وفي ذات السياق أدى مسلمون لقون شرقي كغيرهم من مسلمي تشاتا صلاة إضافة الفطر المبارك الذي صادف على 25 من الشهر الجاري حيث تجمعوا في الساحة الكبيرة لمدينة دوبا بحضور السلطات الإدارية والتقليدية والعسكرية التفاصيل لدى أدم حسن المكوي بعد أن صام وقام المسلمون بأداء الرقن الرابع من أركان الإسلام جاء الدور على التكبير والتهليل والشكر لله حيث احتفل سكان إقليم لقون الشرقية بمدينة دوبا حاضرة الإقليم بمناسبة عيد الفطر المبارك وأداء المسلمون صلاة العيد بالساحة الكبرى لمدينة دوبا واستحشد الآلاف من المسلمين إلى جانب حضور الآمين العام لإقليم لقون الشرقية عبدالله إبراهيم وبعد الانتهاء من الصلاة خاطب إمام الجامع الكبير بمدينة دوبا والرئيس الفرعي للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية آدم يوسف عيسى الناس بأن يكبر الله ويشكره على نعمه التي لا تعد ولا تحصى سائلاً الله العلي القدر بأن يحفظ البلاد من كل سوء وبعد الانتهاء من الخطبة اكتست الأرض فرحاً وبهجة ليبدأ موسم التهن والتسامح فيما بين المسلمين في جو من السعادة والسرور على الجمع ترجمة نانسي قنقر